بلاي سامحوني ان حاب نقول كلمة فيما يخص حرية التعبير انا يظهر لي اللي حرية التعبير ما تقتصرش على حق المتكلم فقط بش يقولي شعب يقولي شعب اما الحرية التعبير مش كان اللي يتكلم حرية التعبير تتجاوز حق المتكلم بش تشمل زادة حق المتلاقي اللي يسمع تتجاوز حق المتكلم بش تشمل حق المتلقي فيما يستحقه من احترام وتقدير في كل حاجة يسمحها وفي كل حاجة يوريها يشوفها معناها ان حرية التعبير ليس في الكلام فقط حتى الصمت حتى الاستماع هو جزء من حرية التعبير اذا حرية التعبير مش بق 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 مش نتكلم فقط معتها وافكار وكل مع كامل الاحتراماتي سمحوا لي بق 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 معتها معتها خاصة انا كي نبدأ لوذن معتها تزن برشا دونك كي نسمعك انا وانتي تتكلم يخوي طالب منك حد شاي أنا أنا تتعلم منك زادت معناتها نتقاسم انا وياك خرية التعبير انتي تتكلم وانا نسمعك وكي نسمعك تحترمني وتقدرني فقط تحترمني وتقدرني وقت اللي تسمعني اش تحب تقول ولا وقت اللي توريني اش تحب تقول ما معناها تسمعها تحترمني وتقدرني مش معناها ما اaro حاجات ما تقولاش اقول كل شي كل شي قولو مثلا حتى حتى ممنوع حاجة بارك نطالبك بيعك أنا كيتقولها تحترمني وتقدرني تحترم انسانيتي تحترمني كведات تحترمني كانسان تحترمني كانسان نتقاسم معاك الحياة ذي ونتقاسم معاك هالمكسبة ذاه اللي هو حرية واللي هو ديمقراطية واللي هي مؤسسات معتها تحترمني وتقدرني يعني قول ايش تحب حاجة بركة احترام وتقدير اه شو معناها احترام وتقدير معتها بل ايش باسم الاحترام وتقدير ما عندكش حق بيش تتكلم ليه قول كل شي ايش بدي على اي موضوع تتكلم عليها حاجة بركة نطلبها منك اني انا نحترمك ونقدرك وقت اللي انا يا ربي انتي تحترمني وتقدرني وقت اللي انتي تحترمني وتقدرني انا نأكد لك اللي حتى كي نبدأ نختلف الرأي بتاعي معاك انا بش نلقى رأيك صائب بش نجي مع السواب ونوالي نمشي معاك اما هالاندفاع ذا ان الاخر هو يعني معناها مهما كان الاختلاف معاك نصبحوا كائن معاك نستعملوا كائن وعدو معاك حيوانك بشري فامتني معانتها نخلق معاناها ردود فاعل معاها معانتها فيها عنف وفيها كذا فقدنا الزوز مع بعضنا فقدناها حرية التعبير حرية التعبير اخوهي العزيز معاناها مش كانت تتكلم كان انك كانت تسمع زادا واحترام وتقدير اه ماناش متفاهمين اش معاناها احترام وتقدير اوه هذا موضوع اخر عاد هذا يولي موضوع معاش مربوط هرية التعبير هذا موضوع معاناها احترام وتقدير هذا نرجعوا للمدرسة ونشوف المعلمين اللي يقريونا في الطربة المدنية والامور الاخلاقية يعني مش الاخلاقية بمعنى معنى انت انت كبير هنا معاناها نسقط مش هذا مش هذا انت كبير كنجي نتكلم معاك نتكمل نتكلم معاك بالكبر والكبر هذير هي بالقيمة سمحوني كانوا شوشت عليكم سمحوني حبيت انتكلم بارك خطر من البارح وانا نفكر فيه في الموضوع وحبيت ان نقول لكم كلمة باي باي